اقرأ خيها ورتل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين لنرسل عليهم إجاوة من طين مصومة عند ربك للمسلفين فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى أرسلناه إلى فرعون بسنطان مبين فتولى بركنه وقال ساحل نوم مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تظهر من شيء عتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثبود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمن ربهم فأخذتهم الصاعقة وهن ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا متصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا نموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا سوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحلون أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رسق وما أريد أن يتعمون إن الله هو الرساق من قوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطول وكتاب مستور في رقم منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يداعون إلى نار جهنم داعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجسوا لما كنتم تعملون إن المتقين في جنة ونعيم فاكرين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون متكين على سرم مصروفة وزوجناه بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان نلحقنا به ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ من بما كسب رهين وأمددناهم بغاكيتهم ولحمهم لما يشتهون تناسعون فيها كأسا لا نغض فيها ولا تأثيم ويطيف عليهم ويغلما جلهم كأنهم لؤلون مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البغو الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب البنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولهم من لا يؤمنون فليأتوا لحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض فلا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرب متقلون أم عندهم الغير فهم يكتبون أم يريدون كيدهم فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعفون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابهم دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واسبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح لحمل ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذا بار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحبي وحعلمه شديد القوات من الله فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى نسلة أخرى عند السدرة المتها عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ساغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزاء ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الإنفاة تلك إذا قسمة ضيسى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم آباؤكم ما أنسل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمن الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذى الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليصمون الملائكة تسمية الأنفا وما لهم من به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعلم عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك ما بلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في العرض ليجسي الذين أساءوا بما عملوا ويجسي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر لتنها الفواحش إلا اللم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تسكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا عنده علم غيب فهو يرى ألم ينبأ بما في صرف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزروا أسرة في زر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سخيرا ثم يجساه الجساء الأوفى وأن إلى ربك الموتها وأنه هو أرحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادل الأولى وكمول فما أبقى وقوما نحن من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهواف وشاها ما وشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من المدر الأولى أسفة الآسفة ليس لها من عزون إلا كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبقون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعلموا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة بالغة فماتون النجر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نجر كش عن أبصار يخرجون من الأجدات كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبا قبل أن قابلوا حين فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجير فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمين وفجرنا الأخوة عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدير وحملناه على ذات ألواح وذسور تجريم أعيننا جزاء لمن كان كفير ولقد طرفناها آية فهل من مدكير فكيف كان عذابي ونظر ولقد يصلنا القرآن للذكر فهل من مدكير كذبت عاد فكيف كان عذابي ونظر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحص مستمر تنسع الناس كأنهم أعجاز نخل مبعيد فكيف كان عذابي ونظر ولقد يصلنا القرآن للذكر فهل من مدكير كذبت فمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعور ألقي الذكر عليهم بيدنا بل هو كذاب نشير سيعلمون غدا من الكذاب نشير إنا مرسلنا قد فثنة لم فرتقبهم مصطابير ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبا فتعاطوا فعقر فكيف كان عذابي ونظر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكان كهشيم المحتضر ولقد يصل القرآن للذكر فهل من مدكير كذبت قوم يوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل الوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد رأله عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم ذكرة عذاب مستقذ فذوقوا عذابي ونذر ولقد يصلنا القرآن للذكر فهل من مدكير ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهما عزيز مقتدير أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع موتصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهما الساعة أذهب أمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يصحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكير وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميسان ألا تطغوا في الميسان وأقيم الوسن بالقسط ولا تخسر الميسان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مالج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين رب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برسخ لا يبغيا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المشأة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شراز من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماهم فيأخذوا من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بط وإنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهم نئس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان لنباختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكة ونخل ورمال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثه النينص قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف حور وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة غافعة إذا رجت الأرض رج ومست الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقومون في جنة النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على السرع المنظونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بالله المخلدون بأكوام وأباليق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم الطيرين مما يشتغون وحور العينون كأمثال لؤلاء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لروا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح موضود وظل ممدود وماء مسكوب كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكرا علبا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الآخرين وأصحاب الشبال ما أصحاب الشبال في سموم وحبيب وظل من يحمل لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يسرون على الحنط العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لما جموعوا إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشالبون عليه من الحبيب فشالبون شرم الهيم هذا نزل من يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيكم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسلوكين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحبطون أأنتم تسرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه بطاما فظلتم تفكون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنسلتموه من المسن أم نحن الموصلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنول لا يمصه إلا المطهرون تنسين من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رسقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحقوم وأنتم حينئذ تنفرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأمنوا لما إن كان من المقومين فروح وريحان وجنة نعيم وأمنوا لما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأمنوا لما إن كان من المكذبين الضالين فنزلوا من من حميم وتصنية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له من في السماوات والأرض يحي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض وفي ستة أيام وثم استوى على العرش يعلم ما يلجو في الأرض وما يخرج منها وما ينسل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بسيط له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع النمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصبور آمنوا بالله ورسوله وانفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله ورسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ بيثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينسل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستغي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنا والله بما تعملون خبيل من ذا الذي يقلب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعلوهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظلونا نقط باسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النورا فاضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرق بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فذيكم ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يألن الذين آبنونهم أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نسل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يبقى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعكدون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرد حسنا وعفوا لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجر ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزيلة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهج فتراه مصدر ثم يكون بحطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وللغان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروع سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فالله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتابهم منهم لأن برأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فادهم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنسلنا معهم الكتاب والميسان ليقوم الناس بالقصط وأنسلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قبي عزيز ولقد أرسلنا نحا وإبراهيم وجعلنا في ظريتهم النموة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آتارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرا وكثير منهم فاسقون يا إله الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله اتقوا كفلين من وحمته ويجعل لكم مورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فون الله وأن الفعل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفعل العظيم صدق الله العظيم